اليوم القراءة العاطفية لبرج الجهزاء فإذا كنت مشترك جديد معنا في القناة المرجو أنك تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة فخلينا نشوف أخبارك إيه وأخبار للحبيب إيه والأمور العاطفية بالشهر ده برج الجهزاء نحن مش حنشوف الحبيب فقط نحن حنشوفك إنزا كذلك تحاسس بإيه وأحوالك إيه وأحوالكم إنتوا اللي تنين واضح يا برج الجهزاء إنه في زعل جامد بينك وبين الحبيب لإني بشوفك متضايق كثير وواخد جنب ومنعزلة وما بتكلمش حد وحاسس إنك متضايق جدا فإنت شايف إنه إنه الحبيب رافد يكلمك رافد يتواصل معك ومش عايز يتفاعل معك وزعلان أوي صراحة فعلا الحبيب متباعد متباعد واخد جنب ولكن هو بيحبك وعاوز يكون معك وعاوز يكون في حوار بينكم فممكن تكون تتعامل مع شخص يعني بيحب نفسه أو بيحب العلاقات المتعددة أو في طرف ثالث بينكم لإنه هو حاليا مختفي تماما وفي نوع من الحركات من تحت لتحت يمكن تكون أنت بتتعامل مع شخص فنان أو ممكن تتعامل بتكون بتتعامل مع شخص روحان لإنه بشوفه هو حاليا رافد العلاقة معك صراحة ومش عاوز يتكلم معك وطالع من العلاقة هو طالع من العلاقة وفاتح أنهو للحياة لإنه هو في الحقيقة زعلان أوي بس هو عنده مشاعر اتجاهك مشاعر قوية وبيفكر فيك بس هو زعلان وطالع من العلاقة دي ومشي فجايز يكون في بينكم نوع من أنواع الخدا فحقيقة أنا بشوف أنه الشخص ده يعني مش مخاذع يعني كأنه كان بيلبس قناع كأنه شخص روحاني كأنه شخص فنان لأن الحكماء يعني ما بيحبوش يبينوا الحقيقة يبينوا مشاعرهم الحقيقية يعني حتى يشوف الشخص اللي قدامه أو الناس اللي معه هم حيعملوا إيه ونويين على إيه وبيكونوا يعني في ناس لعبت بهم لهذا هم بيكونوا خايفين فحب أقولك أنه الشخص ده هو حاسس أنه خرج من حاجة فيها خداع كأنه كان حاسس أنه فيه شيء فيه الخداع هو متهيأ له كده هو بيفكر بالشكل ده فممكن يكون يعني دماغه مثل أخبط أو فيه فوضى عنده في أفكاره لأنه مبين عندي أنه يعني الشخص هذا فيه عنده اكتئاب لأنه فيه ورقة عنده بتقوله لازم تخلي الأمور زي ما هي وبلاش يعني المصطلح يعني بلاش تحبك أكتر كذلك فيه ورقة يجيته بتقوله خد وقتك تفكر أنت عاوز إيه عشان تغتاح وتعمل صلاة ودعاء وتوصل للسلام الداخلي كذلك فيه كارت إجاه تاني بيقوله أنت لازم تفكر أنت عايز إيه وإمتى ولازم يكون متأكد من المشاعر ويكون صبور ويطلع من الحالة العزلة اللي هو فيها فمبين عندي أنه الشخص ده هذا هو شخص مكسئب شوي فهو طالع له نفس الورقة اللي طالع لك أنت يا برج الجرجاء أنه ياخد وقت ويشوف شو اللي بيحصل جواته مشان يحسن ياخد القرار المناسب فأنا اللي شايفها أنه أنت متباعد عنه أنت قاطع معه والشخص ده في الوقت الحالي أنت متغاز منه كثير ومتضايق منه وزعلان عليه وبصراحة مبين عندي أنه أنت بدك تتخانق معه لكبا كبير في الورقة بتقول أنه أنت زعلان منه كثير وبدك تدربه وتتخانق معه تتصرخ في وشه يعني فذلك جايك ورقة بتقولك حب نفسك أكتر لأنه مبين عندي أنه أنت ما بتحبش نفسك يعني كثير يعني بتدي الناس أكتر خصوصا لما بيكون عندك مشاكل يعني ما بتهتم بنفسك وبصحتك مضبوط لهيك الورقة بتقولك حب نفسك وحاول توصل لحالة التوازن النفسي مشان المشاكل ما تأثر عليك في الطالع والنازل طالع لي كمان يا برج الجوزاء أنه في عندك كف في عندك طاقة كبيرة جدا وحماس ممكن أن في هذه الفترة تكون أنت عم تخرج عم تأدي وقت منيح عم تضحك عم تطلع الأماكن ولكن أنا شايفك ولكن أنا شايفك في الكروت هذا أنه أنت في عندك طاقة روحانية يا برج الجوزاء فمبين عندي أنه أنت والشخص هذا روحانيين جدا يعني كأنه في بينكم شغلة يعني يعني بتيش دبكم مع بعض برغم المسافات سواء حكيته مع بعض أو لا مبين عندي كأنه يعني في نجداب لألكون ولكن عندي وراء بتقول أنه أنت غضبان وزعلان كثير من هذا الشخص وعندك رغبة أنك تمشي تخانق أو تضربه أنا ما بعرف يعني الطاقة هذه يعني طاقة أنك بدك تخانق بدك تضرب بدك تترخ مع هذا الشخص فحاليا ممكن تكون أنك أنت بتكلم ناس ثانيين يعني عشان تبين له أنه في ناس ثانيين في طاقات والورقة بتقولك أنت لازم تحافظ على طاقتك لأنه استعمال الطاقة فيما صارها الصحيح هو الشي اللي راح يخليك تحصل على الشي اللي بدك ياه لهذا عندي وراء بتقولك أنت لازم تغير شوية من طريقتك لأنه أنا شايفك أنت لا تريد أن تتغير يعني مش عايز تتغير أو حتى مش عارف تتغير فأنت ماشي بنفس الطريقة واضح يا برج الجوزاء أنه عندي وراء بتقول أنه أنت مش يعني ما بتحب بنفسك بس مش بتحب بنفسك بالطريقة الصحيحة كذلك أنا شايفة أنه الحبيب حاليا هو مهتم بحياته العملية بحياته الروحية يعني عايش حياته كأنه عايش حياته واضح عندي أنه الشخص هذا نسحب من هاي العلاقة كأنه شخص كان موجود واختفى يعني هيك مبين عندي هو الشخص يدفي عنده رفض في الشغلة في هاي العلاقة فهو بفكر في علاقتكم في الأوقات في الكلام اللي كنت بتحكوه على السوشيال ميديا وهو حاسس أنه كأنه طلع من شغلة فيها خداع في العلاقة هاي وكأنه يعني بيقول الحمد لله أني خرجت من الخداع اللي كنت عايش فيه ألف شكر ده إحساسه في الحقيقة هو ممكن يكون خاطئ ممكن يكون غالط ولكن هذا إحساسه وفي الحقيقة عندي وراءه بتقول إنه هو بيفكر فيك وبحبك وهذه الشغلة اللي لا تتنظري الشخص هذا بيحبك بيحبك كتير هو مختفي بس بيحبك بس بيحبك بس في حاجة جواه يعني مخوفاه خايف إنه يقرب أنا مش عارفة الأسباب يعني أنتو أدرع فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش يعني هو كأنه ضايع يعني عم بيحاول يزبط أوراقه مش عارف شو يعمل في الحلاقة هايدي فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون إنت مستقوي القلب عليه قايز يعني أو حتى ممكن إنت بتتواصل معها روحيا أو جسديا فمخلي الشخص هذا مخضوط يعني خايف فعندي هنا إنه إنت غامض مش عايش تقول له إيه اللي بيحصل إيه اللي اللي حاصل كذلك إنت متضايق جدا ومتغاز ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي يعني متضايقه الشخص هذا مخضوط منك وخايف كذلك الشخص هذا مبين عندي إنه رفض يبدأ معاك بداية جديدة وشايل من الماضي وزعلان جدا يعني مبين عندي هاي الشغلات واضحة هو شايف نفسه إنه خرج من علاقة كان فيها خداع كان فيها ضموض وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة وباغي يركز في روحانياته أكتر وعاوز يدرسك عاوز ياخد قرار نهائي يعني يطلع من الموضوع ده يقفل ويعمل حاجة يعني لهذا فهو محتاج إنه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه ففعلا هو تسحب من العلاقة يعني هو ما طالعش مرة واحدة هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى هو في الحقيقة ما طالعش تماما يعني هو ما قالكش نسيب بعض يعني هو طالع بس يعني كأنه قافل معاك وما بيردش بصراحة انت شايف كأنه مديك وشي خشب عايز أشوف لك الشخص إذا إذا مخادع ولا لا استنى وحقيقة الشخص ده هندي ورقه مش مخادع الشخص ده مش مخادع كأنه كان لابس ماسك قدامك لأنه حاسس يعني كأنه حاسس بالخوف خايف منك مشتائق فيك كثير صار بيناتكم شي هيك فأنا همحاول شوف إذا في حدا داخل بيناتكم فقايز يكون فيه علاقة ثلاثية ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص منك انت يا برج الجوزاء فعندي الورقة انه هو مش عايز ياخد خطوة عشان فيه ثلاث صيوف قدامه فقايز يعني فغالبا يكون انه العلاقة الثلاثية جاية منك انت يا برج الجوزاء برد النظر عن الطرف الثالث هو سواء هذا الشخص كان شخص أم الأسرة في حد واقف بينكم في حد داخل بيناتكم في حقيقة طالع نازل هيك ففي الأغلب الطرف الثالث قيل من ناحيتك يا برج الجوزاء لانه انت اللي محتاج تحب نفسك تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه فعندي هنا برج القلو وبرج الأسد والعدراء والتور وبرج الحوت برج الأسد او القوس واحد منهم فممكن تكون أبراج ثانية مش مبينة عندي لانه اكتر شي مبين عندي طاقات فانا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة انك هتمر بمرحلة انفصال او مرحلة هتكون فيها متدايق فغالبا ايه اللي هيحصل انتو اللي اتنين هتكونوا حسين بوحدة او من ناحيتك انت بالاكتر فالشخص دا كأنه حاسس بالملل بالضيق بالوحدة وهو كمان زعلان ومتدايق فلو كنتو مش منفصيلين فممكن يعني انتو في الشهر دا يعني ممكن انكم مش هتتكلموا حيكون فيه شعور بالزعل والحزن بينكم انتو اللي اتنين انا شايفا اكتر انه هيكون من ناحيتك انت يا برج الجوزاء فانا شايفك يا برج الجوزاء انك متغاد واخذها على صدرك ولكن هيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ انه انت لازم تعمل تغييرات لازم تغير حياتك وتغير نفسك لاني شايفاك انك مش ماشي بالطريقة المطلة وتحب نفسك بصحيح وحب اقولك انه الشخص دا ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بشكل الصحيح المثالي بصراحة فانا شايفا انه حادم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة برد النظر يعني الطرف الثالث هو مين فانا طلع عندي يا برج الجوزاء انه في طاقة جسدية فممكن انه رفك انت عم satisfies وقتك فاما يمكن عشان تطلع من حالة الاكسي اب اللي انت فيها لاني شايفاك حاسز بالوحدة والانعزال وفي طاقات وفي طاقات قشدية ولكن بدون مشاعر هو شايفانه انه انت كديม Energie لازم تتعلم تاخد قراراتك بنفسك وما تخليش المحيطين يؤثروا على قرارك على قرارك وقراراتك ورغباتك وهذا طبعا حسب وضعك بيين عندي يا بورك الجوزاء انه انت حكيم في عندك حكمة يعني كأنك رجل عظيم او امرأة عظيمة فما غينفعش انه يكون طرف ثالث انه هو اللي يدير حياتك يعني مش معقول لنصيحة بتاعتك وده اللي واضح في الشهر ده انه هيكون في تباعد وتباعد بسعر يعني بصراحة يعني انتو اللي اتنين في عندكم احساس مشترك هو احساس بالخسارة وبصراحة يا بورك الجوزاء انا بشوف يعني انه الموضوع في ايدك انت بصراحة حنشوف كروت نصيحة يا بورك الجوزاء لاني بشوف انه الشخص هذا هو محبش يباعد عليك الشخص هذا ما بحبك ولكن هو خايف ولكن حاليا في الفترة هو بشوف في هذا الشهر هذا راح تضلوا متباعدين مع بعضكم يعني هو ما راح يعمل اي شي راح يضل بفكر يعني هو حيبطل قاعد بيبص عليك بيرقبك وما غير يعمل حاجة يعني ما غير يدير حتى حاجة يعني مش هيعمل حاجة ومش هيطلعك من الدماغه لانه هو لسه عايزك انا قلتلك بالاول انه في براءة عندي واضحة انه بحبك فهو غالبا هيختفي ولكن هو هيبص عليك على السوشال ميديا هو بيرقبك على السوشال ميديا برض النظر انه بختفي وانه انت حاسس انه يعني العلاقة انتهت وانه هو خلاص شالك من حياته لا الشخص ده ما شارك من حياته الشخص ده بحبك وبيفكر فيك بس هو خايف واخد قنب وقاعد راح يضل عم بيرقبك في السوشال ميديا هيك فبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة سولاتية هون واضح عندي في علاقة سولاتية العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه آآ بجوز كأنه في علاقة جوز ولكن بتحب حدا تاني ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم آآ علاقة صداقة وتواصل وضلت هاي العلاقة ولكن آآ انت لما تجوزت آآ آآ الحبيب اللي انت بتحبه اختفى فراح شوف لك شو رح يصير يا برج الجوزاء في هاي العلاقة الثلاثية الثانية شو رح يصير ماشي مبين يا برج الجوزاء انه انت رح هون في هاي العلاقة الثلاثية اللي ضوحة عندي انه انت ضايع هاي العلاقة الثلاثية وما بين الشخصين وما بين الشخصين هادول استنى آآ يا إلهي شو هاد آآ آآ بين الشخصين نشوف 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 شو رح يصير اذا رح يتحقق هالشي انا حبيت اتطرق لهاي العلاقة الثلاثية كذلك اندي عندي ظاهرة آآ في طاقة ترابية واضحة عندي وآآ طاقة نارية نشوف نشوف هاد الشخص هاد بيحبك وبيدعي الله يجمعكم مع بعض نشوف 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 هذا الشخص يعني كأنه يائس من العلاقة هادش يعني عم يدعي الله وكأنه يائس وبيدعي بيدعي كثير طالع عندي آآ بيدعي عشان يجتمع مع الحبيب تبعه بيدعي يا برج الجوزاء القرار قرارك فإنت سواء يا إم ما رح تاخد قرارك تختار الشخص اللي انت بتحبوه أو رح تضلك بهي العلاقة اللي انت فيها واللي كأنك حاسس انه علاقة جسدية فقط يا برج الجوزاء انت لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار الأمور كلها بإيدك هاي العلاقة الثلاثية اللي أنا عم بشوفها يعني القرار قرارك انت اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبوه مش اللي معه لا الشخص اللي بتحبوه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبدو يكون معك بس هو تقريبا يائس لأنه بيشوف انه ما في أمل هاي العلاقة يعني كأنه انت متزوج يعني كأنه تزوجت بس انت مش مرتاح وانت بتحبو رد النظر انا مش فاهمة يعني يعني ليش يعني كيف يعني اشترقتوا عن بعض حكيت في ضرورة المهم فالنصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقولك افتار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة فبين عندي يا برج الجوزاء انه انت بتهزم بالناس اللي حواليك الاهل الاصدقاء وبتسمع مما عايزين ايه الى غير ذلك ولكن اول شي لازم تسمع صوت صوت روحك انت محتاج ايه وشو الشي اللي راح يسعدك لهذا بيقولك افتار الطريق الذي سيوصلك الى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء ويقولك كمان انه رغبتك هي بايدك انت فربنا مراكم يا برج الجوزاء ودوني الى الموقف للتعليقات وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة